موسيقى إذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل ما وأن يكون ذلك العمل عملاً ناجحاً عليه أن يكون له ليس فقط التزام عقلي وفكري بل أيضاً التزام عاطفي ونفسي يكون عدة حبل العمل أتذكر كان عندنا معلم عندما كنا نتعلم اللغة الأجنبية وهذا المعلم عند انتهاء المدرسة وانتهاء الدوام كل الصفوف ينتهي دوامهم يخرج المعلمون يذهبون إلى بيوتهم معلمنا كان يبقى في الصف مرات نصف ساعة بعد الدرس مرات ساعة مرات ساعة ونصف نقول له ألا تتعب انتهى الدوام يقول أنا أحب هذه المهنة أحب أن أعلمكم أنا ما جئت إلى هنا للمال نعم المال شيء ضروري حتى أمشي سؤون حياتي لكن ليس هدفي الأول المال هدفي الأول التعليم أحب مهنة التعليم أعشق مهنة التعليم فكان يبقى بعد الدوام عندنا إحنا قضايا من نفهمها بالدرس أسئلة كان يصرف مع كل طالب وقت كبير يتأكد أن هذا الطالب فهم المشكلة وجد حلا لهذه المسألة ثم بعد ذلك كان يخرج وهو آخر من يخرج من الكلية حتى الحارس والبواب كان يترك ويروح تشوف الأستاذ هذا آخر من يخرج كان يحب عمله كل إنسان إذا أحبب واقتنع بالعمل الذي يقوم به أيها الأحبة يصبح أفضل إنسان وأحسن إنسان وأنجح إنسان بينما إذا يأتي إلى العمل وهو غير راغب غير مقتنع مجبور على القيام بهذا العمل تراه يفشل في عمله قد يستمر يوم يومين شهر شهرين سنة أو سنتين لكن لا يستطيع أن يستمر كثيرا لأنه قد يكون عقله في العمل لكن قلبه غائب عن العمل أحاسيسه ومشاعره غائبا الأنبياء كانوا يحبون عملهم الأنبياء انظروا تاريخ الأنبياء نوح يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة هذا إذا ما يحب عمله يقدر يستمر تسعمية وخمسين سنة ولا تسعمية وخمسين يوم ولا حتى تسعمية وخمسين ساعة يقدر يستمر ما يقدر يواصل لكن لأنه أحب عمله وهكذا في إبراهيم عليه السلام إبراهيم يشيلوا يلقوا بالنار ثلاثمائة من القضاة يحكمون عليه بالإعدام حرقا يلقى في وسط النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بمجرد أن يخرج من النار يستأنف عمله ما يقول بعد أتوب خلص أنا هذا العمل بعد ماريد هذا العمل الذي أدى بي إلى الإعدام وإلى الإلقاء بالنار أنا أبطل منه لكن يحب عمله حياته ممزوجة بهذا العمل وهكذا قل في موسى موسى عليه السلام آداه قومه كثيرا بنوا إسرائيل آذوا موسى لذلك الله يقول للمسلمين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لقي من الأذى ومن الظلم من بني إسرائيل الشيء الكثير الذي لا يوصف لا يوصف اتهموه بشتى التهم اتهموه بالخيانة اتهموه بالسرقة اتهموه والعياذ بالله بالزنا لكن مع ذلك موسى عليه السلام كان يحب عمله عيسى عليه السلام كان يحب عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في مكة المكرمة تطارده قريش شذاذها واطفالها وسفهاؤها يطاردون رسول الله بالحجارة يضربوه بالحجارة يدمى بدن النبي من جبهته حتى قدمه الدماء تسيل فكان رسول الله يمسك بالدماء حتى لا تصل إلى الأرض خرجت إليه زوجته الطاهرة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها خرجت إليه يوما رأت النبي بهذه الحالة الدماء تسيل منه قالت يا رسول الله دع الدماء تنزل إلى الأرض قال لا أخاف أن يغضب الله تعالى عليهم إذا نزلت قطر من دم إلى الأرض الله يغضب على هؤلاء القوم قالت يا رسول الله أدعو الله عليهم قال يا خديجة لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين كان يحب عمله كان يحب الناس أيضا كان يحبهم لذلك كان إذا تعمل مع جماعة وأنت ما مرتاح نفسيا ما مرتاح يؤذوك يضربوك يطردوك يوجهوا لك التهم والإهانات المتواصلة هل تستطيع أن تذهب إلى الدوام في اليوم الثاني كلا تجي إلى البيت تشوف كوابيز في الليل لأنه أحدهم قال لك في الدائرة مثلا زميلك في الدائرة قال لك كلام نابي اعتدى عليك باللسان مثلا لا تذهب تقرر أن لا تذهب في اليوم التالي رسول الله كان دأبه أن يخرج من الصباح إلى المساء تضربه قريش ترميه بالحجارة يسموه شاعر يسموه مجنون يسموه ساحر مختلف الأسماء النابية يوجهوها للنبي ومع ذلك يأتي إلى البيت في الصباح في اليوم التالي يذهب لماذا؟ لأنه يحب عمله يحب الدور الذي يقوم به ويحب الناس أيضا رأفة بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك انتصر رسول الله لم يفشل وإحنا اليوم إذا أردنا أن نبني مجتمعاتنا مجتمعاتنا بحاجة إلى بناء كل واحد مننا يجب أن يكون عاملا بناء في المجتمع مهدام الهدامون كثيرون وبلادنا عانت من الهدم ومن التدمير العقائدي والاجتماعي والنفسي والسياسي والاقتصادي والعسكري والتربوي عانت لعقود من الزمن اليوم مرحلة البناء والعامل الذي يبني يجب أن يتحلى بروح الصبر بروح المثابرة يجب أن يعرف أنه بعد مرحلة البناء عندما يكتمل البناء ويفتتح المبنى ويفتتح المبنى كم من الفرحة ستدخل إلى قلبه لذلك يحب عمله سر نجاح الإنسان أنه يحب عمله تارة أنت تنظر إلى بعض الأعمال أنا مرات في بعض المستشفيات أنظر إلى بعض الممرضات يقومن بأعمال غير اعتيادية خاصة عندما تصل النوبة إلى تنظيف المرضى مثلا في بلاد الغرب ما أعرف في بلاد المسلمين والعرب كيف هي الحال تنظف المريض إلى درجة أنه زوجة الرجل هي لا تطيق هذا الشيء أبناؤه لا يطيقون تنظيفه تأتي امرأة أجنبية ممرضة فأقول يمكن هذه المرأة يعطوها راتب جيد معاش قوي أسأل يقولون لا راتب عادي تستطيع أن تحصل على هذا المعاش والراتب خارج المستشفى وقد تحصل على أفضل منه لكن السر أنها تحب هذا العمل الإنساني تؤمن بهذا العمل وعندما أنت تؤمن بعمل ما تشوف كل الصعوبات تنهار أمامك ليس هناك شيء صعب ليس هناك شيء مستحيل فحب العمل أيها الأحبة حب العمل حب المهنة حب الهدف الذي تسير من أجله عامل كبير من أسباب النجاح والتطور والرقي في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر